صفية في مملكة النحل صفية فتاة صغيرة تعيش في قرية وفي أحد الأيام استيقضت باكرا فاتجهت نحو أمها لتوقذها بقبلتها فسمعتها تتألم وأحست بحرارتها المرتفعة وقالت أمي مريضة وتحتاج للدواء غادرت صفية منزلها لاقتناء الدواء وبينما هي في طريقها سقطت فتألمت ففاجأتها نحلة وهي تقول لماذا أنت على هذه الحال؟ ردت صفية أمي محمومة وتحتاج دواء يشفيها ردت النحلة لا تقلقي سأساعدك أخرجت النحلة عسلا من تحت جناحيها وحولت صفية إلى نحلة فقالت لها النحلة هيا لندخل إلى مملكتنا ولما دخل قالت صفية واو بيوت ذات شكل هندسي رائع من أبدعها؟ قالت النحلة بطولنا تفرز مادة صمغية وتقوم الخادمات بنحتها بواسطة فكيها فجأة قالت صفية ما هذا؟ بيوت مملوءة بسائل؟ ابتسمت النحلة وقالت إنه العسل ابتسمت صفية وقالت ومما يصنع؟ ردت النحلة وقالت يصنع من رحيق الأزهار قالت صفية وما فائدته؟ قهقهت النحلة وقالت إنه غداء لنا وشفاء لكم واسترسلت قائلة إن ملكتنا تحييك استغربت صفية وقالت جناحها طويلان وجسمها كبير ورشيق ضحكت النحلة وقالت الآن سنفترق ولكن قبل أن أودعك وتعود إلى حالتك الطبيعية خذ هذه القنينة المملوعة بالعسل وقدميه لأمك وستشفى إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر